شكرا جميعا حضرتنا اليوم ستكون عن البيانوميال فعلينا اكثر من في منهم في منهم في منهم راحين اليوم اول راح نحكي عنه هو البيانوميال البيانوميال هو من البيانوميال البيانوميال يعني ذو الحجين البيانوميال يعني العربي هو التوزيع ذو الحجين البيانوميال البيانوميال التوزيع ذو الحجين يعني فيه إلو حجين فقط الحج الاول هو النجاح والحج الثاني هو الفي هو الفي الفشل فالحجين اللي عندي هم النجاح والفشل فإما المحاولة تكون ناجحة أو المحاولة تكون فاشلة يعني كمثال بصير جدا إذا بجي أرمي قطعة النقط الكوين مرة واحدة وأنا الهدف التعرض التبعي هو ظهور الهيد الهدف التبعي هو ظهور الهيد فإذا ما ظهر الهيد بيكون فشل إذا ظهر الهيد بيكون نجاح حرورهم الحدين يعني لازم كنتي عندك تارجت والبينومي الدستربيوشن عشان أعرف إنه هذا الدستربيوشن اللي عندي أطبق عليه الفورملا سرعة البينوميال لازم يكون في عندي عدة شروط لازم يكون عندي عدة شروط في البربلم الموجودة عندي عشان أقول إنه هار بينوميال دستربيوشن من هذه الشروط إنه عدد الأبزرفيشن اللي هو إن سمول لازم يكون ثابت شو يعني؟ إنه مثلا بقول بدي أرمي قطعة النقط عشر مرات مرات اللي أرمي قطعة النقط عشر مرات خلص يعني عدد المرات اللي بدي أرميها فيها لقطعة النقط محددة مسبقاً لازم تكون معروفة مسبقاً فبهذه العشر مرات أكمل مرة بدي منهم هيد على فرض إنه الهدف عندي أو الهدف عندي ظهور الهيد فلازم تكون عدد المرات اللي بدي أرمي فيهم قطعة النقط محددة مسبقاً إنه بدي أرميها عشر مرات خلص فقط بطلع الهيد ما بطلع الهيد بدي أرميها عشر مرات جميع الأبزرفيشن أو المحاولات اللي عندي كلها لازم تكون اندبندنت يعني المحاولة الثانية ما بتعتمد على المحاولة الأولى المحاولة الثالثة ما بتعتمد على المحاولاتين اللي قبل وهكذا فلازم تكون المحاولات جميعها بتكون عنا مستقلة عن بعضها البعض اندبندنت المحاولة لكل محاولة أو لكل أبزرفيشن لكل مشاهدة أو لكل محاولة في عندي نواتج فقط لكل محاولة لكل محاولة اللي هو اللي هو إما الساكسس أو الفيلير فقط لا غير فيش عندي غيره رول الثو المحاولة 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 تكون هي نفسها نفس القيمة تبعتها لكل المحاولات أو لكل المحاولات الموجودة اللي بدسويها المحاولة فالبروبرتي لازم تكون ثابتة لكل المحاولات اللي رح أعملها مثلا بحالة رمي قطعة النقط لو تدرميها ألف مرة البي للهيد ثابتة بظلها دائما نص لأن احتمالية الوهور الهيد هو نص فالبروبرتي لأي محاولة للنجاح لظهور الهيد بكون ثابت لكل المحاولات البروبرتي للفشل للفاليور نرمز إليها بالرمز و والكيو هو اللي هي المتممة للبروبرتي اللي هي تساوي واحد ناقص البي فالكيو أيضا ثابتة لكل الترايل أو لكل المحاولات الموجودة عندي و الشرطة الخامس اللي هو لازم تكون المحاولات كلها مع محاولات مع محاولات الصندوق الكرة اللي بصحبها لازم أرجحها ما هي independent بمعنها independent لازم يكون with replacement مع الإرجاع يعني الكرة اللي بصحبها لازم أرجحها فمن شروط البيانوميال بما أنه independent وبما أنه P ثابتة لكل المحاولات فإذا لازم تكون الشرط الأساسي إنها تكون with replacement فإلا هالرول condition كانت موجودة فبقول إنه الراندم variable X يتلبك عليه البيانوميال distribution وبتلبك عليه الفورمولة تبعة البيانوميال distribution البراميتر البراميتر للبيانوميال distribution هي الان 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 اللي هو عدد المحاولات البيانوميال والبي اللي هو البرابياتي للساكسس فبكون عندي الاقتصار للبيانوميال distribution هو P R N بين بين قسين N و P البراميتر تبعتها هاي البراميتر الأساسية N اللي هي عدد المحاولات و P اللي هو البرابياتي للساكسس عشان اوجد البرابياتي للدستربيوشن أو للمحاولة اللي عندي و و الا كان الشروط الخمسة السابقة تحققت للبرابياتي اللي عندي فلازم اطبق عليها فورنا يتبعت البيانوميال distribution فإلا كان X capital إلا كانت X capital اللي عندي هون random variable X لما قلنا زمان انه random variable دائماً نرمزه بالرموز الأخرف X Y Z لازم تكون capital يعني انها random variable فإلا هوا random variable ينطبق عليه الشروط البيانوميال distribution اللي هي الرمز طباح لنا بين NP ولجميع قيم X ولجميع قيم X X اللي هي المحاولات من 0 إلى N يعني إلا كان عندي عدد محاولات N فبيكون عندي X من 0 إلى N إلا كان عندي عدد المحاولات 10 بيكون X من 0 إلى 10 0 فالفورميلة اللي عندي للبيانوميال distribution P للراندم variable X تبطي تساوي X يعني عن وين بدي أطلع البربابلتي عند X تساوي 0 فالراندم variable X تساوي 0 فبطلع هذه البربابلتي عندما X تساوي 0 أو متى بديها عند الخمسة؟ باجي بقول شو البربابلتي P للراندم variable X عندما X تساوي 5 وبعوز بدل X في المعادلة في الفورميلة 5 فهذه البربابلتي إلا كان بنطبق عليها قاعدة البيانوميال distribution فبتكون عندي بين باينوميال N البراميتر الأول اللي هو عدد المحاولات والبراميتر الثاني اللي هو البراميتر الثاني البراميتر الثاني للساوي بالتساوي combination X N تبعا combination القانون تبح نفس القانون اللي أخذنا في المحاضرات السابقة لما أخذنا قانون combination فالcombination X اللي هي في أي محاولة بدنا هالخامسة الرابعة الثالثة حسب شو بدنا N اللي هي عدد المحاولات الكلي قلنا عندي عدد المحاولات كل عشرة فأين هون تساوي عشرة X تساوي في أي محاولة بدنا أودد البروباية هذه المحاولة الرابعة X تكون أربعة مضروبة مضروبة البروباية للساكسس لما قلنا البروباية للساكسس ثابتة في كل البروباية للقوة 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 X في أي محاولة بدنا أودد البروباية اللي هو X اللي هو النجاح النجاح اللي بدنا أودد البروباية عند النجاح هذه X هي محاولة مثلا الخامسة مضروبة في البروباية اللي هو البروباية للفائل والقو هنا تساوي واحد ناقص P للقوة N ناقص X اللي بدنا X في المحاولة أربعة فبتكون N اللي هي عدد الأبزرفيشن أو عدد الثريل ناقص أربعة وهكذا فهاي اللي هي التعريفات لكل اختصار أيش يعني ناقص فعندي N لما قلنا اللي هو عدد الثريل الكلية عدد المحاولات P هي البروباية للنجاحات للساكسس والQ هي البروباية للفائل وهي السعر 1 ناقص P و X The number of successes اللي هو قليص عدد النجاحات يعني ما يعني قليص عدد النجاحات مرة أخرى مثلا ارمي قطعة النقط عشر مرات بقول ما هو احتمال اني اختل على أربعة هد ف X ستكون ناقص X ستكون 10 ناقص 4 وهي 6 عدد الفائل مثلا عندي قطعة النقط 100 مرة بقول ما هو احتمال يطلع الهد 10 مرات ف عدد الساكسسس يعني X هي 10 و X ناقص X تساوي 100 ناقص 10 90 وهكذا طبعا زي ما قلنا الكمبينيشن X للN زي ما أخذنا قبل هي الفكتوريال اللي هو مضروب الN على مضروب X على مضروب الN ناقص X زي ما أخذنا في المحاضرة السابقة فهذا منسميه البيانوميال كويفيشنت ها منسميه البيانوميال كويفيشنت كويفيشنت في عندي لكل ديسريبيوشن لكل ديسريبيوشن من الديسريبيوشن الروحين نأخذها في عندي إلها مين وإلها فاريانس لكل ديسريبيوشن في إلها مين أي قانون وفي إلها الفاريانس المين أو البيانوميال ديسريبيوشن يساوي اللي هو نرمز بالميوه بالساوي N في P N اللي هي عدد للترايل في P اللي هي للنجاح اللي هو إحتمالية النجاح اللي هو الفاريانس اللي من الرمز بالرمز Sigma squared بالساوي N في P في Q N في P في Q يعني عدد المحاولات اللي بدي أعملها في للساكسس في للفائل للفائل اللي بدي أصل للساكسس اللي هو رمزه Sigma بنوخذ الجذر التربيعي للفاريانس بكون هو للساكسس يعني القيمة اللي بتطرع معنا هون في هاي الحالة القيمة اللي بتطرع هون بنوخذ الجذر التربيعي سباحها بتكون هي للساكسس للساكسس خلينا نأخذ بعض الأكزامبل التوضيحية اللي بتوضح البينوميال للساكسس للساكسس طبعا هاي الأكزامبل فقط للتوضيح ورح لدينا أكزامبل أخرى حي حي problems ثانية وانتو كمان حاولوا جيبوا examples أو problems ومن الـ references وحلوها لحالكم ما تعتمدوا على الحي اللي موجود في الـ references حلوا لحالكم عساس وتتعودوا انكم تفهموا وتتعودوا كيف تحلوا الـ problems وحالكم في الـ Problem الأولى أو الأكزامبل الأول في عندي six sides الـ die اللي هو حجر النرد حجر النرد أو الزهر حجر النرد تعرفوا كل وجه عليه dot عليه نقطة نقطة نقطتين سياسة نقاط أربعة نقاط خمس نقاط ستة نقاط بالـ DRM هذا حجر العشر مرات بالـ DRM عشر مرات شو الاختمالية اني احصل على الـ 5 الـ 3 3 بالضبط خمس مرات اني احصل على الوجه اللي فيه 3 dots اللي فيه 3 نقاط احصل عليه خمس مرات فالنجاح اللي عندي هو ظهور الوجه ثلاثة اللي هو على ثلاثة dots اكمل مرة بدل النجاح في احتمال اني انجح فيه خمس مرات فالنجاح عندي هو الحصول على الوجه اللي عليه 3 dots اللي هو الرقم 3 احصل عليه كم مرة خمس مرات من بين 10 مرات راح ارمي هذا الحجر حجر النج فبادي بفرغ البيانات تبعتي هون الانجاح اللي هو اكمل الترايل عندي بدي ارميه 10 مرات فالانج ساوي 10 الانجاح اللي هو عدد النجاحات الموجودة عندي اللي بدي اطلع البربابيليسي لها انه احتمال انه انجح خمس مرات فهون فشو احتمال انه انجح بx اللي هي عدد النجاحات خمس مرات فالx تساوي خمسة البيانات اللي هي البرابيليسي للنجاح كم يعني شو احتمالية في المرة الواحدة يظهر الرقم خمسة يظهر الرقم ثلاثة شو احتمالية انه يظهر عندي الرقم ثلاثة اللي هو واحد على ستة فالبي البرابيليسي للساكسس اللي هو واحد على ستة طبعا اللي بربابيليسي للفيلير اللي هو يظهر عندي اي رقم ثاني بس مش الثلاثة فهذا كله فيلير اذا ظهر رقم واحد فيلير الرقم اثنين فيلير الرقم اربعة فيلير الرقم خمسة فيلير الرقم ستة فيلير فالبرابيليسي للفيلير هي خمسة على ستة او واحد ناقص بي واحد ناقص واحد على ستة باجب احط اللي فورمية تبعتي بي للراندوم فاليابل اكس تساوي اكس سمول والاكس سمول زي ما قلنا هون عدد الساكسس اللي انا بدي اوضط لبرابيليتي لها اللي هي في احتمال رقم ثلاثة خمس مرات فعدد الاكس هون هو خمسة الفورميلة اللي هي كومبانيسين اكس في كل مرة ننخذها من ان مضروبة في لبرابيليتي للساكسس في للقوة عدد الساكسسس البدلية مضروبة في القيو اللي هي لبرابيليتي للفيلير للقوة عدد الفيلير فعدد الفيلير هو ان ناقص اكس مطبق اللي هي المفورميلة السابقة في PE لل اكس تساوي خمسة بالساوي كومبانيسين سي خمسة عشرة كومبانيسين ناخذ خمسة في كل مرة من العشرة يتساوي مضروب العشرة على مضروب القمسة على مضروب الخمسة وتساوي عندي متين واثنين وخمسين طريقة هاي الطريقة منعوضها هون بدل الكمبانيسين كومبانيسين اكس 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 عشرة عدد الكلية ناقص عدد الساكسيسين فبكون عندي 14 بالألف أو 1.4 تساوي اكس 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 1.4 تساوي اكس 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 هو 14 بالألف عندي الإجزامبل الآخر عندي الإجزامبل الثاني بقول لي في عندي إجزام بالربابيتي مثلا هذا الإجزام في 25 سؤال من نوعية الملتبل الثاني كل سؤال عليه خمس آنصر خمس إجابات إجابة واحدة فقط هي الصحيحة إجابة واحدة فقط هي الصحيحة بقول لي إلى واحد إجا خملها تخميل يريدون أن يضع لواعر ويروح بقول لي أوجد احتمالية أن هذا الطالب ممكن يجاوب بالضبط خمس أسئلة خمس أسئلة خمس أسئلة صحيحة ممكن أن يجاوب خمس أسئلة صحيحة يعني خمس أسئلة ناجحة يعني عدد النجاحات خمسة من بين خمس وعشرين احترايل بقول لي أوجد للسانزة زي بيشن نجي من قول الانبوت الذي عني نجي من قول عندي هون الانبوت ن اللي هي عدد الثريج اللي هو عدد الأسئلة اللي هو خمس وعشرين سؤال الـ عدد النجاحات عدد النجاحات يعني شو احتمال ينجح بإجابة خمس أسئلة صحيحة الـ الـ البروبيلت لنجاح كم عندي خمس أسئلة الخمس أجوبة لكل سؤال وعندي خمس وعشرين سؤال فعندي خمس أسئلة خمس إجابات لكل سؤال وإجابة واحدة صحيحة فقط يعني عندي إجابة واحدة صحيحة من بين خمس إجابات فاحتمالية النجاح هو واحد على خمسة يتساوي اثنين بالعشرة الأربعة البقيات الحيول تبعتهم خاقية فبيكون الـ الـ يتساوي وهي واحد ناقص اثنين بالعشرة أو أربعة على خمسة هاي الفيلر ليش يعني عندي بكل سؤال أربع إجابات خاقية يعني عدد الخاقية فيهم أربعة على خمسة وعادد النجاح ما في عندي غير فقط إجابة واحدة صحيحة من بين الخمس إجابات فالـ بي تساوي عندي اثنين بالعشرة وكيو تساوي عندي واحد ناقص بي أو أربعة على خمسة وتساوي ثمانية العشرة فبيكون عندي N ناقص X اللي هي عدد الأسئلة كلها 25 سؤال وعند شو احتمال إنه خمس أسئلة صح فبيكون عندي عدد الأسئلة الفيلر اللي جواب غلط هي 25 ناقص 5 وتساوي 20 بعد بطبق عندي البيانوميال لأنه كل الشروط تنقبك البيانوميال لستربيوشن الخمس الشروط السابقة اللي شرحناها فبطبق عندي البيانوميال لستربيوشن اللي هي N 25 و البيانوميال 10 فبطبق عليها قاعدة البيانوميال distribution بطبق عندي قدس البيانوميال البيانوميال يساوي N 3 P 3 2 يعني البيانوميال يساوي N 3 P 2 Q Q هنا عندي البيانوميال اللي طلعناها هنا هنا بس بس standard deviation لنخل الvariance الجزر التربيع الى الvariance البيانوميال البيانوميال التقي في محاضرة لاحق بإذن الله ترجمة نانسي قنقر